الموعد والاقتصادي نقدمه لكم من قناة الجزائر الدولي أهلا بكم في المستهلة تراجعت أسعر ونفط الخام بواحد فصل خمسة في المئة في تعاملتي الجمعة غير أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفعل مخاوف من نقص الإمدادات قبل دخول قرار حظر وردات النفط الروسية حيز التنفيذ وانخفض أسعر العقود الآجلة لخام برانت بواحد فصل أربعة عشر في المئة لتلامس خمسة وتسعين دولارا للبرميل وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي بواحد فصل ثمانية وأربعين في المئة إلى سبعة وثمانين دولارا للبرميل قرر البنكو المركزي الأوروبي في اجتماعه عشية الخميس رفع سعر الفائدة بواقع خمسة وسبعين نقطة أساس وذلك للمرة الثانية على التوالي بهدف كبح التضخم ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة من واحد فاصل خمسة وعشرين بالمئة إلى اثنين بالمئة سنويا وآشار لأنه يتوقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم قدره اثنان بالمئة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكين أن روسيا ستواجه غضبا شديدا في حال تراجعها عن اتفاقية تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا واعتبر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تمديد الاتفاق الحبوب بالغ الأهمية وتريد الأمم المتحدة تمديد الاتفاقية لمدة سنة إضافية فكرة أن تقول روسيا الآن إنها لا تريد أن تستمر بالاتفاقية ستقابل على ما أعتقد بغضب كبير من بلدان في أنحاء العالم تستفيد من الحبوب الأوكرانية خصوصا الدول النامية في نصف الكرة الجنوبي أعتقد بشدة أن من مصلحة الجميع التأكد من أن هذه الحبوب يمكن أن تواصل الخروج من أوكرانيا وبالتأكيد سنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على الاتفاقية يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حظر بيع السيارات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي الجديد اعتبارا من 2035 لخفض اعتمادها على الغاز الروسي والتوجه بمعدلة أكبر ووترة أسرع ويشكل اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على قرار حظر مبيعات سيارة محرك الاحتراق الداخلي بدءا من عام 2030 أعلنت شركة أبل عن تحقيق أرباح وإرادة أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع من العام المالي 2022 لكن عوائد مبيعات ايفون جاءت دون التقديرات وحققت أبل إرادة بقيمة 90 مليار دولار فاصل واحد في الربع الأخير من العام المالي مقابل 83 مليار دولار فاصل ثلاثة من العام الماضي أعلن إيلون ماسك مساء الخميس عن استحواذه على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار سرع ماسك إلى تسريح رئيس تويتر والمدير المالي والمسؤولة القانونية لتويتر وفق ما نقلته قناة سي أن بي سي التلفزيونية وصحفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر لم تسمح استقارت أسعار الذهب في نطاق ضيق الجمعة بعد أن ساد الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبوع المقبل والذي يحظى باهتمام كبير لبحث إشارات حول تراجع وطيرة ارتفاع أسعار الفائدة لم تشهد أسعار الذهب تغييرا يذكر في المعاملات الفورية اليوم وبلغت الأوقية 1663 دولارا في حين ارتفعت العقود الآجرة الأمريكية للذهب ب0.1% لتتعدى 1666 دولارا للأوقية قتم الموعد الانتصادي لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء